لازم نركزه هنا كأولياء، كمدرسين، كأفراد من المحيط الطفل أنه على تصرفاتنا أمامه لازم نعرفه كيف نتصرفه أمام الطفل لأنه لماذا؟ هو يسمع ويشوف ويلاحظ هنا وما نديره فهو سيكون نتاج تأفعالنا هنا لن نديرهم قدامه بسكو الطفل الصغير سيتحلم الواحد كبير فإذا نحبين يعني يخرج طفل صالح عنده شخصية قوية شخصية سوية كما يقولون أكيد هنا لازم نلاحظه لازم نبدأ ونحن من نفسنا ونعرفه كيف نتصرفه أمامهم ونعرفه كيف نتحكمه ونوروله الحاجة الصحيحة من الحاجة الغالطة فهذا الشيء إذا قدرنا أنه نوفروله هذه الظروف فهو سيكون عندنا طفل واثق من نفسه يحب ذاته يحب الآخرين يقدر يكون شخصيات قوية مع الناس يتميز استقلاليته يعني يتميز شخصياته أكيد يبني شخصية قوية لكن منين نبدأ ونبدأ ونحن والثقافة اللي حنقدموها له ومشي اللي حيشوفهم جستوامو حنا مثلا عندنا طبيعة أنه كدفل صغير يهدروا لا أقول أنه لا تدخل لك لا تدخل لك لا تعرف أنت الصغير لا تهدر شيء لا تهدر شيء لكن عندما هو يسقسي شيء لا تقوله الإجابة لا تقوله الإجابة الصحيحة يجب أن يسكته بإجابة التي تقنعه يقوله لكي نطلعه لدينا ونحبطه لدينا نقوله لكي لا يفهم شيء لا نقوله لكن هذه طريقة خاطئة أو نعكس على شخصيته